المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعرب المجلس عن اعتزازه الكبير بما تمثله مملكة البحرين عبر التاريخ من نموذج فريد في قيم التعايش والسلام والحريات الدينية حرص على رعايتها حكام البحرين وعلماؤها وروادها ليتوج هذا المنهج الرائد بالعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إذ يولي جلالته اهتماما بالغا بوحدة النسيج الاجتماعي بسيادة المحبة والوسطية والتعايش والسلام كما استعرض المجلس أبرز النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الندوة العلمية السنوية الأولى التي أقامتها مؤخرا إدارة الأوقاف السنية تحت عنوان الوسطية في الخطاب الديني برعاية كريمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبمشاركة كوكبة من العلماء والأساتذة والباحثين إلى ذلك بحث المجلس تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن طلب مجلس النواب رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم الستة وعشرين لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب كما استمع المجلس إلى مذكرة من سعادة الأمين العام للمجلس رئيس مجلس إدارة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم حول آخر مستجدات تشغيل المعهد وتجهيزاته واعتمد المقترح المرفوع من إدارة المعهد لبدء أول البرامج التي يقدمها المعهد للدارسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر